اشتركوا في القناة سؤال ثالث حصلت في دول تانية قبل كده او بتحصل في دول تانية دلوقتي الى اخره والتجارب دي شكلها ايه خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور مهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة اهلا بيك دكتور اهلا بحيك منورنا الله يحليك فعل مسألة ترشيد الطاقة اول سؤال كده هفكر فيه مسألة ترشيد الطاقة دي هل هو استحداث هل هو شيء مستجد هل هو اختراع مصري الله يفهم الترشيد جاية من رشد وهي يعني مجموعة اجراءات ادارية من شأنها الحفاظ على الطاقة دايما يعني الدعم اللي كان بيتم للطاقة خلال الحقبات السابقة دي قدت الى انعدام كفاءة استخدام الطاقة يعني دايما لما نولي الطاقة الطاقة دي هي العصب بتاع التنمية لأي دولة والتقدم والتطور وكل حاجة وابتدينا نسمع في الصناعة عن حاجة سمع مثلا البصمة الكربونية الماج ده ماجي انتيجو بستخدم كام واحدة الطاقة بتؤدي الى انبعاثات تؤدي ايه وهل انا رشيد في استخدامي للطاقة دي ولا قاعد سدح مدح كده قاعد احرق ابو بلاش كتر منه عندنا ربنا كرمنا بالغاز نحرقه يعني دايما الرشد في الاستخدام او في الاستعمال مهم جدا حضرتك تقدر نهاردة تجيب عربية شوفوا الليه ولا كادلك اللي كنا بنجيبها من 30-40 سنة طبعا ليه؟ لا انه دي بتستهلك بنزين بشكل مخيف مع ان ايام ساعة ما ابتدت العربيات دي ما كانتش النظرة دي موجودة النهاردة التدقيق المستمر في استخدامي للطاقة لانها مش ملكي يعني احنا مش ربنا كرمنا بحقول ظهر نقوم حرقنها كلها دي ملك اجيال دي ملك حق مكتسب الاجيال اللي جايه كمان ولازم يعني نحسن استخدام المتاح منها في وقتنا دا بدون منجور على حقوق يعني مصانعي وعشان مزارعي وعشان شغلي كله هناك لقيت في المهندسين منظر غريب جدا وجايز حديك بتشوفه وغيرنا بيشوفه لكن محدش حسبه لقيت محلات في المهندسين حطة البطيخة اللمبات البطيخة الكورة الكبيرة دي ايه قدام المحل سبعة تمال لمبات حد حسب حسبة بسيطة كده اللمبات دي بتستهلك الكهرباء قد ايه دي لمبات بنسميها حرارية بتستخدم الحرارة في انتاج الدوق بتلاقي ان اللمبة الواحدة من دول بتتراوح من خمس ومية لألف وات لو اشتغلت يعني سبعة تمال ساعات يعني كده في سبعة تمال لمبات بنقدر نقول ان دي استهلاكها لا يقل عن توقع للتعريفة اللي نعرفها دلوقتي بعد الالف كيلوات ساعة هتستهلك لها في حدود الخمسة واربعين لخمسين جنيه كهرباء في اليوم في اليوم بيجي صاحب المحل يقول وانا مالي انا اللي بدفع لا وده يقينا يقينا حضرتك ده بيدفع ولا دفع ولا اصلا موصل على العدد ده العدد موصل حاجة تانية وده ده بنسميها وصلات غير قانونية المفروض يعني انا عاوز اقول ان الاختراقات هنا حضرتك اللي بتدفع تمانا وابنك اللي بيدفع تمانا وانا اللي بيدفع تمانا وكل المواطنين اللي بيدفعوا تمانا عشان كده محتاجين الاعلام هنا ليه دور كبير جدا وجهات الرقابية لازم يكون عندها بنسميها الفراسة الكبيرة ان الحاجات دي تتحسب ده انا لو مشيت وبصيت كده ولحد امتى حضرتك في النجوع وفي القرى هتلاقي الباع الجائلين بالليل بالزات بولاء ورانا هنا حضرتك مشيت بالليل هنا طبعا يوقو سنين كمية اضاءات الاضاءة على فكرة في ناصر بتستهلك 35% من كل الكهرباء اللي بننتجها الاضاءة بس بس 35% ومالصناعة بتستهلك الصناعة للأسف كلها الصناعة كلها بتستهلك يعني 27-28% المفروض يبقى العكس ومش بس العكس يعني يفوض قلع الصناعة بتستهلك 50% الاضاءة داخل الصناعة هي تقريبا في حدود 8% لكن الاضاءة داخل المنازل كمية كبيرة جدا كمية كبيرة قوي والاضاءة انت عارف لها تأثير مباشر على التكييف مثلا يعني لو جبت لنبط حرارية من اللي بتسخن هتسخن لي فبتقلل كفاءة التكييف وبتحتاج قدرات أعلى واستهلك تقى أكتر تمام فمهم جدا أن احنا نعرف في الوضع اللي احنا فيه وهو وضع استثنائي قضية طول نتيجة استمرار الحرب ودخول أطراف أخرى من الحرب يعني أطراف أخرى في الحروب الحرب العالمية التالتة بتدت يعني يا جدعان ودخول أطراف أخرى معنى استمرارية الوضع دوت فده بيدينا أفضلية احنا عندنا خير كتير النهاردة الغاز الطبيعي المليون واحدة حارية بتاعته بنقدر نصدرها بتلاتين دولار أو اربعة وثلاتين النهاردة ممكن يبقوا ستة وثلاتين لكن ده مش هستمر هل يا فندم منطقي إن احنا نروح نتزلل واسمح لأقول اللفظ ده للبنك الدولي عشان ناخد خمسة مليار عشان نسد بعض احتياجاتنا ولا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامعة هو اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامعة ده قطعة ده نمرة واحد نمرة اتنين هي حتى لو احنا ما عندناش أو لو ما فيش في العالم أزمات اقتصادية يمكن أي حد أسعده الحظ بأنه يسافر ويشوف بلاد الدنيا بيلاقي أنه استهلاكاتهم للطاقة في حدود الحدود يعني الإضاءة في أي شارع في أدخن عاصمة أو في أدخن مدينة كبرى بتخفض تدريجيا بحيث أنها بتيجي على بعد الساعة 10 بالليل بتوصل للحد الأدنى ما فيش فيها هزار ده إجراء ده إجراء تقني وبحيي حضرتك عليه وموجود في المصرع فكرة ورخيص جدا ولكن لا يتم استخدامه لأن في بعض العقول تقول الإضاءة يعني بهاء وجمال يا جماعة ما هالإضاءة دي بتحرق هل أنا محتاج في الشوارع بعد الساعة 10 أو 11 تفضلت أن سقف الإضاءة يبقى يعني مبهر بالطريقة دي عشان كده الحكومة قالت هنخفض كل هذه المستهلكات شوارع وميادين وما بين أنا هستأذن هستأذن نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد الفاصل عليكم معنا مع دكتور مهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء وخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة انتظرونا طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية وخلونا وجدد الترحيب بضفن العزيز الدكتور مهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة مش مهندسي احنا هنبدأ نعرض زي عرض معلوماتي كده او انفو جراف على مسألة ترشيد الطاقة في مصر ودي خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء يعني دي خطة الترشيد الحكومي الحكومة نفسها هنلاقي انه الحكومة بتقول بتلتزم كل وحدات الجهاز الاداري الوزارات والاجهزة والمصالح الاخ 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 بانه كل المباني بترشيد استهلاك الكهرباء في كل المباني والمرافق وكل الوقت ده في خلال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للانارة الداخلية والخارجية للمباني الحكومية بعد انتهاء العمل الرسمي عدا بقى ما تفرضه مقتضيات العملية يعني الغرف اللي فيها كمبيوترز وسيرفرات مهمة وما الى ذلك ده اللي احنا بنقربلوش تلاجات لقاحات حاجات من هذا بهذا القبيل ده اجراء من شأنه انه يعمل خفض او توفير في المستهلكات هو تبقى لقانون الاجراء ده اجراء اداري وتبقى لقانون الكهرباء المفروض ان كل منشأة حكومية فيها مدير للطاقة ده صميم عمله حلو اوي الكلام ده ولكن هذا لا يطبق فالنهار ده هيطبق السؤال اللي هيطرح نفسه مين اللي هيبقى مسؤول وكيفية استقاء المعلومات وكيفية ادارة هذه المنظومة بطريقة مؤسسية مستدامة مش توقيت معين عشان دولة رئيس الوزراء يعني امر بكده وبعد كده نام ازاي الكلام ده يبقى حاجة مستمرة ومستدامة وحقيقية وبتعبر عن واقع بين عيشه كويس اظن انه هيحتاج قدام مش لازم دلوقتي يبقى في عندنا زي تايمرز او متزامنات يبقى في عندنا موشن ديتاكترز يعني المكان اللي ما فيهوش حركة يغلق ذاتيا هو ده اجراء اداري لكن المفروض يستلزم التنفيذ يعني الفعلي والتطبيقي التقنيات او استخدام تقنيات الكفاءة بتاعتها مرتفعة شوية ده بيدخلنا بقى في بطاقات كفاءة الطاقة وبيدخلنا في المنظومة المستدامة احنا دولة واحدة ولا عدة جزر هي دولة مفيش مجال الجزر من فاصلة دور وزارة المالية بقى ايه ودور وزارة الصناعة وعاوزين نهني المهان سحم السمير النهاردة لان وزارة الصناعة لها دور كبير جدا وفعال بتلتزم وحدات الادارة المحلية واجهزة المدن الجديدة وسائر جهات الولاية على املاك الدولة كلهم في نطاق اختصاصه بتخفيض انارة الشوارع والمائدين العمومية والمحاور الرئيسية بقى ده كده بجانب المباني تمام فبرده ده لازم ينخفض ده دي دي طبعا اللي كنا بنقوله بيحصل في بلاد بلاد المفروض المفروض ان المدن الجديدة كل مشترواتها السبع تامن سنين اللي فاتت فيها الدمينج او فيها التدرج الضوي التدرج الضوي ولكن من غير معرف البنية التحتية غير مهيئة لكده ما وصلوش الكابلات بتاعت التدرج لكن فيه اجراءات تقنية موجودة وارخصة جدا وسهلة جدا تتيح هذا وتمكننا ان احنا نقدر نرفز ده وتمكننا بخلاف الخبرات اللي احنا خدناها لما حصل في 2014 و13 واضطرنا نفس العمود ونوصل عمود وكانت النتيجة ان استهلاك سقف الاضاء اقل واستهلاك الكهرباء زاد نتيجة انعدام التوازن في التواصلات الكهربائية طيب بتلتزم وحدات الادارة المحلية وجهزنا المدن الجديدة ووزارة السياحة والاثار كلهم بحسب اختصاصه بالتجديد على الالتزام بالمواعيد الوردة بقرار وزير التنمية المحلية احنا بنتكلم على مسألة عشان الناس تبقى فاهمة تطبيق المواعيد بتاعت الصيف والشتاء للفتح والاغلاق بتاعت المحلات العامة كمان قرار وزارة السياحة والاثار رقم خمسمائة واثنشر لسنة عشرين وعشرين احنا بنتكلم من دخلنا عن نهايات عشرين وعشرين يا سادة بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات وتعديلاتهم والتعليمات الصدرة بالتنفيذ محلات مطاعم إلا احنا نقفلع في توقيت معين ونفتح في توقيت معين ان احنا نبتد نشغل التوقيت الصيف القديم نستغل كل خمس دقائق في ضوء الشمس علشان نستفيد بيها ده كلام طبعا جايد انا فاكر وانا صغير كانوا قلونا المحلات بتقفل الساعة تسعة يريد نرجع لك ده فان ده صحي اكتر هيجي يقولك واصلا الناس اللي تشغل المحلات هقوله افتح بدري يعني بدل ما بتفتح الساعة 12 الظهر افتح تسعة صباحا تعالوا ناخد اللي بعده تلتزم المولات التجارية التي تستخدم انظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 حلو ده بس انا عارف مهندس محمد هقول لنا لا خلوها 28 كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها وتتولى وحدة الإدارة المحلية وجهزة المدن كلهم بحسب اختصاصه متابعة التطبيق هو هنا قال المنمام 25 يعني ما يقلش عن 25 يعني هنتكلم في 26 27 والعالم كله على فكرة ابتدى يتكلم في الحتة دي اليابان 28 نهار الستاندرد حتة كتيرة جدا بتتكلم عن يعني الرنجي بين 25 و 27 عشان ياخد الأفريج اللي هو 26 ودي درجة حرارة مناسبة جدا وفي الشتاء المفروض انها بنتكلم عن 19 20 طب هل نقدر ان انا اعمل الزام على المحلات والأماكن العامة انه اولا يستخدم لمبات موفرة اتنين انه لا يزيد حجم الإضاءة عن كذا طبعا التسك بتاع الإضاءة او سقف الإضاءة دي حاجات مقننة النقطة المهمة هنا هو سقف الكفاءة الكفاءة المصرية في مجال الإضاءة والتكييفات والحاجات دي كلها في الإضاءة بالذات سقف الكفاءة على مستوى العالم وصل النهاردة يعني الكلاس ايه بطاقات الكفاءة دي بطاقة فيها يعني تبقى اخضر 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 خفيف لحد الأصفر السقف نمرى واحد عندنا في مصر اللي كان ايه و3 بلاس اصبح المستوى الثالث النهاردة بعد تغيير الكفاءة ما بقاش في ايه بلاس 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 ما بقاش في يعني ايه النهاردة بقى 320 وحدة الإضاءة حلو البيه بقى 160 احنا لسه الايه 3 بلاسات عندنا 120 فالمفروض نغير المنظومة دي عشان كده قلت يعني دولة يعني معالي وزير الصناعة عليه جزء مهم جدا في المنظومة دي المنظومة ساميرا هيشيل شي لقد كده والله احنا كلنا في ظهره بندعمه لان ده ده موضوع قوم بيخدم بلد كلها وزارة المالية كمان عليها دور مهم يعني هتلاقي بلاد كتير ان المعدات الاكثر كفاءة في استهلاك الطاقة الجامريك بتاعتها اقل فدي محفز فدي محفز الا في مصر الا في مصر وانا كرئيس جامعات المنظومة المنظومة لكفاءة الطاقة عندي مرسلات قد كده معذرة المالية في مصر المعدات الاسوأ جمركها اقل والمعدات الاكفأ جمركها اعلى تشوه في مجال استخلام يعني المجهودات ده برضو هيبقى ملف مشترك ما بين الصناعة والمالية بس ده يعني حتة كده مدفونة ولازم نوجه لها منظر يعني نظر دولة رئيس الوزراء ان ما ينفعش نعمل المجهودات دي كلها واسمح ان اللمبات الحرارية اللي قلنا البعاء الجائلين بيستخدموها جمركها 5% لا دي بقى خلاص لازم تتعدل حاجات دي انا اتفق جدا طب تلتزم المنشؤات الرياضية الكبرى مثل الاندية الرياضية والاستادات الرياضية وملاعب كرة القدم والصلاة المغطاة وغيرها بتخفيض الاستهلاك الغلق التم للانارة الخاصة بكل هذه الامور في حال انه شكرا احنا افلنا مثلا الماتش او اللعبة او التمرين الى اخيره عقب انتهاء الفعاليات على ان يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارا قدع الاندية ده قرار محترم جدا ويجب ان نحترمه هو استخلال الضوء الطبيعي زي ما الدنيا كلها بتعمل انجلترا بتعمل كده يا جماعة زي ما الدنيا بتعمل كلها وهنضف له كمان ضرورة مرجعة المعدات المستخدمة معلوماتي ان معظم الاندية الرياضية بتدفع 25% من فاتورتها فتجيب ليه معدات الكفاءة بتاعتها عالية بتجيب اسوأ وارخص حاجة اللمبة مو 2 جنيه ده يقت بس واللمبة البطيخة اللي جمركها وزارة المريضة عاملها 5% في حين انها عامل 20% على الليد وعمل 40% على المباط الموفرة فيه التشوه هنا لأ هو مهم كمان ان احنا نشجع التصميمات المعمرية والانشائية اللي منشأناها انها تقلل استخدام الانارة تقلل استخدام التكيفات تشجع على تنفق الهواء في البيوت والمباني طبعا ده طبعا الجرين بيلدينج دي دي حاجة مهمة جدا طبعا طيب بعد المنشأات الرياضية يتولى المحافظين والوزراء المعنيين اعداد تقارير دورية بشكل يومي وده تبقى يعني لا ده تسكي كبير جدا وأسبوعي وده احنا كنا يعني اقترحنا فترة من فترات ان تكون فيه بس حدثك اللي كل الجهات واللي هيقدر بتعمله عاملة زي عصف المزيجة ينفع عند اي اوركسترا واحد بيع البيانو لازم يحصل تناغم فين الماسترو من هي الجهة المختصة القادرة على مرأبة ومحاسبة وإدارة ومراجعة المنظومات المختلفة المحافظ اظن المعدلات الاستهلاك هتبان في التقارير بتاعته ذات الكهرباء احنا عندنا حاجة وجهز كتير ما يعرفهاش عندنا حاجة اسمها مرصد الكهرباء حلو ودي موجودة على الموبايل وممكن اديها لحظات تنشرها المرصد بيقول ونقدر نجيب الارقام بتاعته استهلاك المزود قد ايه استهلاك الغاز قد ايه استهلاك الحد الاقصى للطاقة يوميا كان كام وبقى كام النهاردة كان 32 جيجا عاود اشوف بكرة ما بتري التطبيق ايه وللأسف النهاردة استهلاك الغاز زاد بقى 80% مع ان الاسبوع اللي فات كان حاجة و70% ليه مهدي بقى هنا المرصد هنا جهة محايدة هتقول لي حصل ايه نجلس مستخدم المرصد اخيرا يتولى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام صياغة خطة اعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال اهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة واخلال فترة الحالية بصفة خاصة اكد سيادة رئيس الوزراء ضرورة اهمية الوعي المجتمعي عندنا وفرة في الطاقة وحضرنا كيمكن قلت لي الكلام ده في الفصل لكن الهدف هنا هو ترشيد توفير او توفير هدف الترشيد هو توفير الغاز للاغراض الصناعية بحط اول معلومة لأهل مصر ان كل برميل بترول مكافئ انا بوفره في الاستهلاك بيوازي او بيعادل تلت برميل انا بحرقهم في بداية الايه الانتاج لان لما بوفر في الاخر خالص انا وفرت كل سلسلة الفائد اللي حصلت في السك محطات الكفاءة اعلى محطات عندي في الكهرباء الكفاءة بتاعتها 60% يعني في 40% فائد اما باخدهم دول وببتدي احولهم وانقلهم عن دفاق دي كمان بيحصل في كل المراحل فلو انا وفرت في الاستهلاك قفلت لمبة مش معنيتها ان انا وفرت قيمة الوقود اللي استهلكته لمبة لا ده انا وفرت 3 الاضعاف فده واجب قومي الكل لازم يساهم فيه النهار زي ما يقولوا اذا احتكم الامر ما فيهاش هزاره هو لازم يحصل ترشيد للطاقة واحتكم الامر للأسف الحلقة خلصت انا بشكورك جدا جدا وشكرا على الشرح لهذا الانفو جراف او العرض المعلوماتي شكرا لحضراتكم كمان وكل الشكر لمهندس محمد هلال رئيس جمعية مهندسي ترشيد الكهرباء والخبير الدولي في كفاءة استخدام الطاقة بالراحة انت بتحفظ على نفسك بتحفظ على الفاتورة بتحفظ على جيبك وبتحفظ على اقتصاد دولة عاوزة توفر الغزدة عشان نصنع او نصدر الى اخره فبرضو بينعكس على سيادتك خلصت الحلقة الحد كده لو كان لنا العمر نقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات